كشفت وزيرة وتكوين والتعليم المهليين هويان بن فريحة من وليد الجلفة أمس بأن دائرتها الوزارية أبرمت 16 اتفاقية مع مختلف القطاعات التي ستنعكس بالإيجاب المباشر على مختلف التخصصات خاصة ما تعلق بتخصصي تربية المائيات والسكة الحديدية هذا في إطار نظرة استشرافية التي يوليها القطاع كما أكدت الوزيرة على ظلث فتح تخصص خاص بسيانة كل الأشغال المواكبة لأن نقل بها السكة الحديدية بها الولاية نظرا لخصوصية وموقع الولاية الاستراتيجية التغطية كانت لي زكريا متاح من بين الاتفاقيات احنا قلت درنا 16 اتفاقية موجودة على الموقع الرسمي كلها دون شك ستنعكس بشكل إيجابي مباشر على قطاعنا وعلى القطاعات الأخرى وعلى الولايات ومن بينها الجلفة مع قطاع المناجم أيضا مع الصناعة كنت تشرفت بعد استشارة وبعد أخذ رأي السيد الوالي بالإعلان عن فتح تخصص خاص بسيانة وكل الأشغال المواكبة للسكة الحديدية الجلفة عندها مساحة كبيرة واحنا مذابينا حاولنا بأننا الآن نكون الشباب في صيانة وإصلاح كل ما له علاقة بهذا التخصص اتفاقياتنا مع قطاع الصيد البحري والموارد المائية ربما هي أول مرة هذه الاتفاقية مع التكوين المهني والصيد البحري ونتائجها ممتازة من أجل دفع القطاعين معا